السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يوم واحد ابريل يعني ايه واحد ابريل؟ يعني يوم كتبة ابريل ايه اصل العيد ده؟ وليه الانسان بيجدب؟ وهل فعلاً لما تبقى مزنوق عايز تخش الحمام بتبقى كذاب ماهر؟ خش بالانترو اختلف الناس عن اصل عيد يوم واحد ابريل ده اول فرضية بتقول ان هو اصله بيعود لعيد الهيلاريا عند الرومان اللي كانوا بيحتفلوا بيه في اخر شهر مارس من كل سنة وفيه فرضية تانية اكثر واقعية بتقول ان العيد ده بدأ فيه فرنسا سنة 1582 والسانة على الفرنساوي مميزة شوية ليه؟ لان في السنة دي هما بطلوا يستخدموا التقويم اليولياني واستبدلوه بالتقويم الجرجوري واحنا ادينا نبزة عن التقويم اليولياني وتقويم الجرجوري في الحلقة دي المهم بيقولك ان حصل ايه؟ ان مش كل الناس عرفت ان فرنسا بدلت او استبدلت التقويم فبالتالي فضلوا ناس يحتفلوا براس السنة في اواخر شهر مارس فكان الناس بيعملوا ايه في الناس دي؟ لما يشوفوا واحد لسه بيحتفل في اخر مارس مش في يناير كانوا بيعوحوا لزقين على ظهره زي سمكة وبيسموه يعني ايه بواسون دافغيل او سمكة ابريل يعني ايه سمكة ابريل؟ يعني ده احمق لان هو لسه بيحتفل بالايه؟ بزراس السنة متأخر في الوقت اللي احنا كنا احتفلنا به في شهر يناير لكن مما لا شك فيه اني لقيت بشكله الحالي هو بكل بساطة بيعود لانجليز في القرن التمنتاشر لما هم بدأوا يشهروا قوي ويحتفلوا به في اواخر شهر مارس ومن انجلترا الى العالم اصبح يوم واحد ابريل ده يوم الايه الكذب او يوم انك تعمل مقلب في الناس ويه لاخره او يوم الخداع لكن ده بتحلينا باب تاني نتكلم فيه ليه الانسان بيجدب؟ خلينا نجاوب على السؤال ده بمجموعة اسئلة تانية اولا هل الانسان هو الكائن الوحيد اللي بيجدب؟ الاجابة لا بكل بساطة الانسان مش الكائن الوحيد اللي بيجدب فيه كأنال تاني كتير بتجدب زي القرود زي الغوريلا الى اخره ومن اشهر الامثلة على كذب الكائنات التانية الغوريلا كوكو او كوكو لما هي لما تسألت همين اللي قصر الحنفية راحت ايه؟ رميت تهم على القطة اللي هي كانت بتربيها يعني مش احنا كائن الوحيد اللي بيجدب لكن مش كل كائن الوحيد اللي بيجدب السحالي مثلا ما بتعرفش تجدب الزواحف في العموم بتعرفش تجدب وده بيعود لحاجة خطيرة جدا ان المنطقة اللي في المخ المسؤولة عن قدرة الكائن انه يقدر يخدع مفقودة في الزواحف لكن موجودة في كثير من الثاديات اتنين امتى الانسان بيبدأ يجدب؟ حتلاقوا ان الانسان بيبدأ يجدب من هو عنده سنتين تقريبا يقعد يعيط يبص حواليه هل الناس شافت هو بعطولة لا مش يدي انتباه الناس ده نوع انواع الخداع نوع انواع الكذب خلاص بس كذب بريء مفيوش مشكلة يبدأ يكبر يبدأ يحترف فكرة الكذب بان هو بيعمل ايه؟ ان هو يبدأ يتهم الاخرين على حاجات هو اللي عملها ايه؟ 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 لحد ما ينتهي الامر بانه هو يكتب ستساط على الفيسبوك من نوعية كتير اوي من الناس بيسألوني او تتجوز واحدة تشير المكياج تلاقيه صاحبك وفي الاخر تقولك لأ انا بكره هالكذا طب المكياج ده ايه حضرتك؟ وبينتهي الامر الى مجموعة من السياسيين علشان شوية كذب بيجذبوه علينا وبيضيعو الشعوب خليني بقى نخد دلوقتي بقى شوية تفاصيل علمية ملعبكة كده وجميلة كده ودسمة عن الكذب او معلومة استبعارفها عن الكذب ان الكذب بياخد مجهود اطبر بكتير جدا من قول الحق في المخ او عند المخ بمعنى لو انت واحد الواحد وتكون تعبلي امبارح ولهو امبارح كان قاعد مع اصحابه فعلا بياكل كشري هتلاقي اجابة تلات على طول امبارح كنت قاعد مع اصحابه بياكل كشري لكن لو كان قاعد امبارح مع اصحابه بيعملو حاجات قلة ادب ولكن هو مش عادة كنت تعرف انه كان بيعمل حاجات قلة ادب هتلاقي خد موضوع ده منه مجهود ليه؟ لان اولا بيمنع نفسه ان هو يقعوي وللحقيقة ده رقم واحد رقم اتنين بيحاول يفكر بيجبك افكار مختلفة كون منطقية عشان ما ينفعش مثلا يكون هو مبارح مثلا مش رمضان ويقولك ده انا مبارح كنت بفتر مع اصحابي ايه بغباء فبالتالي انت محتاج انك انت وانت بتجدب انك انت تعمل قصة صحيحة فبالتالي بياخد مجهود من المخ اصعب من الايه قول الحق ففي أبحاث كتيرة جدا والعلماء اكتشفوا ان في منطقتين في المخ بيشتغلوا لما الانسان بيجدب الـ Prefrontal Cortex وال-ACC الـ Prefrontal Cortex مسؤولة عن التلاعب في المعلومات واختيار الردود ومنع الردود الغير مناسبة عشان تبقى ايه الحبكة الدرامية مظبوطة الـ ACC مسؤولة حكتين ان هي تلاحظ الاخطاء وان هي تلاحظ لو في تضارب في المعلومات اللي قيلت فزي ما انتو شايفين موضوع الكذب مسهل او الخداع مسهل الموضوع بياخد مجهود من المخ على شام ويقعش في الخية ويروح ايه ايه الحق اللي هو اسهل بكتير جدا من هو عمال يقلف قصة لايه طويلة وماش اي لازمة بناء بقى على الكلام ده العلماء عملوا بحث جميل جدا سنة 2015 شافوا هل لو انت مزنوق عايز تخش الحمام ده هيسهلك عملية الكذب يعني هيخليك بتكذب احسن ولا هيخليك مش قادر تكذب وتقول كلمة الحق العلماء العبوا على تأثير اسمه الانهيبيتري سبيل اوفر افكت التأثير ده بيقول ايه التأثير ده بيقولك بكل بساطة انك انت لو بتعمل عمالين في نفس الوقت حكتين في نفس الوقت العامل المشترك من بين الحكتين دول هو التحكم في الذات او قوة الاراضة الاتنين هيدعموا بعض بمعنى انا دلوقتي مزنوقة تخش الحمام مسك نفسي لان ما عملهاش عروحي في الشارع مثلا بستاني اقرب حمام لو حصلي ان انا عملت حاجة تانية مع ان انا مسك نفسي عشان اخش الحمام الحاجة التانية دي برضو محتاج قوة التحكم هعمل حاجة دي احسن من ما انا لو مكنتش مزنوق في الاساس وانا مقسة 2011 عملوا بحث جميل جدا جابهم عين من الناس ناس مزنوقة وناس مش مزنوقة وعرضوا انه عندهم من الناس حكتين يا اما يدي له 16 يورو بكرة يا اما يدي له 35 يورو بعد 35 يوم فاكتشف حاجة خطيرة جدا ان الناس المزنوقة اختارت ان هي ايه تاخد 35 يورو بعد 35 يوم يعني عنده صبر يعني بمعنى اصح عنده قوة تحكم فرغباته ان هو عايز الفلوس لكن الناس اللي مش مزنوقة المرتاحة قلت لك وعلا ايه استنى انا اخدها دلوقتي عشان في 2015 لما العلماء عملوا بحث على الناس وهي مزنوقة وناس مش مزنوقة اوي والناس مش مزنوقة خالص اكتشفوا ان الناس المزنوقة اللي عايز خش الحمام كان عندها قدرة اعلى بكتير جدا ان هي ما تقعش بالسانها وتقول الايه؟ تقول الحقيقة كان عنده قدرة ان هو يتحكم في ايه؟ في نفسه بان هو ما يقعش يقول الحقيقة ده ليه؟ لان هو اصلا اريدي في حالة تحكم في النفس فبالتالي علماء استنتجوا في الاخر ايه؟ انك انت لما تبقى في حالة تحكم في النفس انت داتي محضوظ في وضع في تحكم في النفس زي مثلا انك انت ماسك نفسك ومتخش الحمام بيبع عندك القدرة اعلى بكتير جدا على انك انت تتلاعب بالكلام وانك انت ايه ما تقعش بالكلام وتقول حقيقة فبالتالي بعندك قدرة اعلى على الخداع الموضوع مش بس مقصورة على التبول لكن هذه التجربة تعاملت على التبول لكن الموضوع عام بكتير انه هو مسألة التحكم في النفس والتأثير ده بيسموه ايه ال فدلوقتي انت تخاف من نوعين من الناس الموضوع ما بقاش بس خافوا مما نقتربوا من الارض لانت خافوا مما نقتربوا من الارض ومن اللي عايزين نخش الحمام فارب الحلقة الصغيرة دي تكون عجبتكو واثرت معلوماتكو العلمية بشكل نقو باخر ولو عندكو اي سؤال تحب وتسألوه احب اسموها في التعليقات تحت ولو عايزين تعملوا دوسلايك براحتكو بس اقولولي عمل دوسلايك ليه عشان احسن من الحلقات في المستقبل وتشوف بقى التابعة والحلقات القديمة ولايك والشير بقى وتسبسكرايب عشان خطري واشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته